بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هنتكلم النهاردة في جراحة الأطفال على حاجة اسمها القيلة المائية الايه؟ القيلة طبعا القيلة دي كلمة تقيلة جدا على أي أم وأب مش فاهمنا يعني ايه أصلا؟ المائية القيلة المائية جماعة دي هي اللي بالعام كده كيس المائية على الخاصية القيلة المائية على الخاصية دي فيها أنواع وأشكال تدوش نفسك بالكلام دي احنا جايين لبسط الأمور مش جايين نعقدها لو سمحت لما تسئل عن القيلة المائية على الخاصية أول حاجة تسئل عنها السؤال الأول القيلة المائية على الخاصية خطر يا دكتور؟ لا الله دكتور أمر هنعمل عملية ليه؟ عشان لازم نعمل عملية طب هنعملها لازم ليه؟ عشان ما ينفعش تسيب ابنك عنده قيلة مائية لأن انت لو شخصيا عنده قيلة مائية مش هتقوم موصول أن انت عنده قيلة مائية يبقى رد الطبيعة إلى أصلها ثلاثة في احتمال لا تحسسه بواجع؟ لا إلا لو كبيرة جدا ممكن تحسسه بشد واجع صح يبقى لا في الأصل أربعة هل احتمال النقية المائية تؤسع على الخصة؟ لا فمتأسرش على الخصة ومتعبلهاش دمور دمية حوالين الخصة؟ زالت أو قلت مش هتقسع على الخصة ممكن تقسع على شكلها وتخليها طويلة شوية لأن ضغط المية لكن ضغط المية عمره ما هيأثر ويقادي إلى دمور أو نقص الدموية الخصة خمسة يا دكتور نعمل العملية أمتى؟ تعمل عملية سن سنة فما فوق لو بلغ الطفل سنة وما راحتش المية دي وفي الأغلب بتروح في النسبة التسعين في المية يبقى ساعتها تعمل العملية ستة لو ما عملاش العملية سن سنة وعملاش سن سنتين فيه خطورة من أقصر أقول لك من الأول أنه ما فيش خطورة يبقى لو أخرتها من سنة لسنتين لثلاثة ما فيش خطورة يبقى إذن تأخيرك للعملية ما فيهوش مشاكل لكن سبعة أم ملقى دكتور بتقولينا سن سنة أو سنتين بس يا ريت يعني ما تقولينا سن سبعة سنين ثمان سنين عشر سنين يا حبيبي كل ما تتقدم في العمر الطفل بيفهم أكتر فأنت هتضطر تأخذ رأيه في العملية وتفهمه اللي هو هيتعبل زي أي حاجة في الدنيا يعني ما تقوله ما تلعبش على الموبايل كتير لازم تفهمه هو عند ثمان سنين ليه ما يلعبش على الموبايل كتير فأنت مضطر تشرح كتير وكذلك الوجع بيبقى شد وكذلك النقار بيبقى شد وكذلك غلوة الطفل تبقى أكتر فبتخاف أنت أكتر لأنه قاعد معك سبعة ثمان سنين فلما تعمل عملية على سن سنة بتعدي كأنها مرة السحاب لكن لو عملتها على سنة سبعة سنين بتعدي كأنها ثقة للجبال فهمته؟ تعال نرسم كيس الماء عشان نقفل الحلقة دي دي الكيس نحية يمين نحية شمال دي الخصية نحية شمال نحية يمين شمال دي مين وشمال وشمال دي مين أنا ماشي كده طيب وقادي قادي الحبل المنوي اللي جايب دم وجايب وعق نقل حماية المنوية من نحية الشمال والليمين ورايح على البطن وطبعا الناس عارفة أنه نحية الشمال بتبقى أوطى الشمال من نحية الليمين في أي بني آدم أو إنسان طبعا بشرط أنه هيكون ذكر طيب وقادي العضو مش هنسابه وقا خلاص طوز فيه ايه بقى قصة القيامة ينازل جيب كده صغير وكبر هنا كده ومليان مية جيب 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 ومليان مية دي قيلة مائية وسيطة ميلد لكن ممكن تكون متوسطة أو شديدة تعال أرسمها لي هنا قيلة مائية كبيرة وممكن تبقى محواطة كله كده مليانة مائية مليانة مائية مليانة مليانة مائية في بقى واحدة جيدة شوية كده بتلاقيها كده عاملة جوه البطن قيلة مائية وبرى البطن قيلة مائية والخصة جيب جنبهم هنا كده وسيطة بتقبل جوه كيس نفسه والحب منه وبتاحها وكل حاجة قيلة مائية بطنية صفنية بطنية صفنية أبدومينو سكروتل دي عملية كبرى دي عملية عظيمة دي عملية خطيرة ما هيش زي عملات القيلة المائية العادية اللي بتتعمل في الأطفال طيب تعالوا نتكلم ببسيط كده أهم نصايح لعاملات القيلة المائية قلنا طيب نعملها إمتى سنة أو سنتين ما فيش مشكلة ولو تأخرنا ما فيش مشاكل بس المشاكل نفسها وفي تفهيم الطفل هنعمل عملية دي عملية كبرى بالهاش شرح دلوقتي دي عملية بتستدغي بنجي كلي ولازم طبعا حجز بالمستشفى ثلاث أيام بعد العملية وطبعا توره شريط جدا في المكان لمدة ثلاث شهور أربع شهور خمس شهور على حسب إيه إنت وإيه لك وإنت وخبرتك ودرجة المرض لكني أحب الكلمة قيلة المائية اللي موجودة في كثير من الأطفال واللي ما راحتش على سن سنة ونسبتها عشرة في الماء اللي ما تروحش التسين في الماء بيروحوا المية المتوسطة المية الشديدة شوية المية دي بتعملها عملية إزاي زي عملية الفاتق القربي بيتفتح عليها على الحبب مانوي فوق نجيب الكيس نربطه عند منبطه ونشق بقيته ونشيل الزيادات اللي فيه جدار الكيس ممكن نلفه من وره الخاصة ممكن لأ ممكن نشيل الكيس كله ونستقصله من حول الخاصة لو ما لقناش فيه خطورة في أن احنا نستقصله أهم حاجة وأهم كلمة وأهم مفتاح لما نعمل العملية دي يعنينا على الحبل المانوي وعنينا على الشرايين والأوردة بتاعة الحبل المانوي دي أهم حاجة ما تتدرش لكن تصدف القيلة نفسها تشيلها بأي طريقة سهل في الآخر بعد العملية زي كون مكان محجر وناشف كده لمدة شهر إلى شهرين بعد العملية وأنه بيروح واحدة واحدة كل يوم بيقين لدرجة لكن ما بتحسيش به بس آخر الشهرين آخر الشهرين هتلاقي ما فيش تورم خالص والطفل طبيعي وكل حاجة من المهام من المهام من المهام من أن تقول الأم والطمنها هي والقب أن الكيس اللي تمدد الجلد اللي تمدد من القيلة المائية ده مش هيكش في شهر وشهرين زي التورم هيكش في ست شهر إلى سنة وهيصغر تاني زي ناحة تانية هيا زوائل لقاء آخر إن شاء الله